السلام عليكم أعزائي الطلاب أهدافنا هي أن يحدد المتعلم الأنظمة والقوانين المطبقة في المدرسة والحي أن يستنتج المتعلم أثر النظام والقوانين على الفرد والمجتمع هيا نتذكر صفات المتعلم الجيد شغوف، مغامر، مثابر، مقيم، متعاون، متأمل، مطلع، مستجيب كيف كان التعليم قديما؟ اعتمد التعليم في بدايته على المطوع الذي كان يعلم الطلاب تلاوة القرآن والكتابة والحساب ومن أوائل المدارس النظامية في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرسة الأحمدية وهي مدرسة أهلية شبه نظامية تأسست في دبي عام 1912 هيا أقرأ لأتعرف إلى النظام في مدرستي أحيي علم بلادي بحماس أتعامل مع معلمي باحترام وتقدير ألتزم الهدوء في المكتبة أحترم أنظمة المدرسة وأتبع التعليمات لا أتغيب عن مدرستي وأحرص على متابعة دروسي أشارك في الأنشطة الرياضية لأن العقل السليم في الجسم السليم أبادر في الأعمال والأنشطة المدرسية لأكون متميزا ومبدعا أتعرف القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية أصعد إلى الحافلة بنظام من المكان الآمن أجلس داخل الحافلة بهدوء ونظام أنزل بنظام من الحافلة أبتعد مقدار عشر خطوات بعد النزول من الحافلة ومن أقوال الباني المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد رحمه الله إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاص بمستوى التعليم وانتشاره المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ولا ننسى أبدا حفرة التعلم وهي رحلتي في التعلم أعتقد أني أعرف الإجابة إنه أصعب مما توقعت أنا متحير أحتاج بذل المزيد من الجهدي يبدو أنني فهمت نعم لقد فهمتها الآن هيا شاركنا البحث ما هي الممتلكات العامة للدولة؟ المساجد المدارس المستشفيات الجسور الحضائق العامة الطرق هيا إلى ركن المعرفة نظافة مدينة مسؤوليتنا جميعا الالتزام بتطبيق القوانين أحافظ على جمال بلادي فلا أكتب على الجدران أحافظ على الممتلكات العامة الحذر والانتباه أثناء القيادة هيا أصل بين الصورة والسلوك فيما يلي أحافظ على ترتيب وجمال الحديقة أستخدم الأماكن المخصصة للمشاتي أضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها هيا أحافظ على ترتيب وجمال الحديقة حسنتم أستخدم الأماكن المخصصة للمشاتي فائعون أضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها حسنتم ومن أقوال الشيخ زايد رحمه الله إن الوطن ينتظر منا الكثير والشعب يتطلع إلى أعمالنا ونحن جميعا شرقاء في المسؤولية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آن نهيان رحمه الله هيا طلابي لا ننسى التغذية الراجعة ماذا تعلمت؟ أين أنا؟ وما هي خطوط التالية؟